ثمن عدد من المكرمين العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة مكرمة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة أيده الله بمنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي نعم وهم ممن تشرفوا بتسلمه من قبل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله خلال حفل أقيم أمس الأول في قصر القضيبية الذي تفضل سموه فشميله برعايته بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين شرفتنا اليوم بحصول وسام الأمير سلمان بن حمد الخليفة هذا الوسام يمثلنا شيء كبير ومهما قدمنا ومهما أعملنا لهذا الوطن نظلم قصرين ولكن نستمد قوتنا من كلمة تموه اليوم يوم قار روح التحدي والإنجاز وإن شاء الله نظل دائما مخلصين لهذا الوطن ولي قيادته والله والله نشكر جلالة الملك واسم ولي العهد على هاي التكريم وإحنا وايد ساعدين وفخورين بهاي التكريم ويكون لنا الوسام اللي حصلنا يكون ذكرى يبين لنا شلون البحرين قدرت تسيطر على هاي الجائحة والحمد لله يعني طبعا في البداية للقيادة الرشيدة على هذا التكريم الرفيع وإحنا جدا فخورين يعني بالعمل اللي قام فيه فريق البحرين ككل وإحنا كلنا عزم إن شاء الله وهذه مجرد البداية وهذا الوسام الرفيع يعتبر تتويج لهذه الجهود وإحنا إن شاء الله قدها وراح نرفع الرأس ونشكر إن شاء الله القيادة الرشيدة والقادم أفضل إن شاء الله وسام أثلج صدورنا وإحنا جدا سعيدين بهذا الوسام يحملنا الأمانة في خدمة الوطن ونشكر جلالة الملك والأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذا الوسام والدعم خلال هذه الجائحة